لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله تحريم لحم الخنزير يقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم مما سبق نستنتج أن لحم الخنزير حرم لذاته فإنه رجس على غرار اللحوم الأخرى المذكورة في القرآن فقد حرمت لعلة خاضعة عليها فالشاد مثلا حلال أكلها إذا ذكيت وفي حال كانت ميتة أو ذبحت لغير الله فحرام أكلها سبب تحريم لحم الخنزير لعلك تتساءل عزيز المتابع عن سبب تحريم لحم الخنزير مع أنه مخلوق من مخلوقات الله ولماذا خلقه إذن؟ فيما يلي نبذة عن الخنزير تبين لك لماذا حرم الله لحم الخنزير الخنزير هو حيوان سبعي بهمي لحمي عشبي وهو آكل لكل شيء القمامة الفضلات والنجاسة وهو مفترس إذ يأكل الجرذان والفئران وأيضا الجيفة حتى جيفة أقرانه وهنا تكمن فوائده فهو يخلص الأرض من القذارة فهو عبارة عن مكنسة حيوانية ومضاره بالأمراض التي يحملها الخنزير داخل جسده إذ يبلغ عددها 450 مرضا 57 منها طفيلي ينتقل للإنسان ويقتله وهو المصدر الرئيسي للأمراض الوبائية إذ يحتوي جسده على 27 مرضا وبائيا يساهم لحم الخنزير بتصلب الشرايين إذ يحتوي على كمية عالية جدا من الكوليستيرول على خلاف باقي الحيوانات ويؤدي إلى العقم تليف الكبد والسرطانات المختلفة الأمراض الفيروسية في لحم الخنزير في ماليزيا عام 1998 تعرف العالم إلى نيبا فيروس فيروس نيبا هذا الفيروس المميت أعراضه تشبه أعراض الإنفنونزا يعتقد الأطباء أن الفيروس أصاب خفاش الفواكه والذي بدوره نقله إلى الخنازير فتوفي 117 مصابا أثبتت المتابعات الطبية أن جميع المصابين كانت لهم علاقة وطيدة بالخنازير تبعا لذلك قامت الدوائر الصحية في ماليزيا بقتل مليون خنزير أصاب فيروس التهاب الدماغ الياباني الطيور وانتقل بواسطة البعوض إلى الخنازير وبذلك أصاب مربي الخنازير في شرق آسيا يسبب هذا الفيروس التهاب الدماغ في الإنسان وفي بعض الحالات يكون مميتا فيروس التهاب الدماغ والقلب الخنازير تتغذى على الجرذان والجرذان عبارة عن مستودع لهذا الفيروس الخطير فتنتقل العدوى من الجرذان إلى الخنازير إلى الإنسان والذي يسبب التهابا في الدماغ والقلب مما يودي بحياة المصابين الأمراض البكتيرية التي يسببها لحم الخنزير بكتيريا السلمونيلا التفؤيد وبراتفؤيد والتسمم الغذائي من الأمراض التي تسببها السلمونيلا بكتيريا الجمر الخبيثة من اللحامين والدباغين تنتقل هذه البكتيريا الخبيثة لتكون على شكل لوحة حمراء حارقة للأيدي يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة وقشعريرة والتهاب الأوعية اللنفاوية هذه الأمراض بالإضافة إلى الديدان المفلطحة الشريطية الخيطية والأسطوانية التي ينقلها هذا الحيوان الرجس إلى الإنسان بعد هذا كله فإننا نقف أمام معجزة من معجزات التشريع فتبارك الذي قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف اكتشاف العلم لهذه الحقائق حول لحم الخنزير يثبت التطابق بين ديننا والحقائق العلمية الحديثة اشتركوا في القناة